في الانتخابات فيه إجراءات تمهيدية زي إيه؟ تتذكر سيادتك يا دكتور الجدول الانتخابية اللي كان الوفيات يصوته يقولك ده متوفى إزاي قدل بصوته الناس كان عندها حق لأنها كانت يدوية بقت اسمها دلوقتي قاعدة بيانات الناخبية وزارة الداخلية وأنا بقولك مش باحتباري ابن وزارة الداخلية فقط لأ دي كلمة حق يلزم أن تقال وزارة الداخلية منها قطاع الأحوال الندني مع الجلاز المركزي للتعبئة العامة ودهس بقت قاعدة بيانات الناخبين مضابطة محكمة نمرة اتنين كل قاعدة بيانات الناخبين دي اسمها إجراءات تحضيرية أو إجراءات تمهيدية تقسيم المحافظات 27 محافظة وعندي مصريين في الخارج وحددتهم وحددت المصريين اللي في الداخل برضو دي إجراءات تمهيدية هتقولي كل ده إجراءات تمهيدية أقولك أيها طب إمتى بقى الانتخاب بالتصويت أو الانتخاب بالمعنى الفني الدقيق تلات حاجات تصويت فرز إعلان نتيجة التصويت اللي تمه ده اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي اللي احنا هنخلصه الساعة 9 تقريب إن شاء الله ده تصويت المصريين اللي في الخارج التصويت بتاعهم خلص الفرز بتاعهم تم يبقى إعلان النتيجة بقية عندنا في مصر جوة 27 محافظة التصويت تم لسه الفرز ما تمش ولسه إعلان النتيجة المصريين في الخارج على المصريين هنا ولعلم سيادتك أنا أتوقع وحضرتك يعني أنا لما قلت الكلام ده قبل الانتخابات بيومين البعض استغرب قالوا لي أنت متفائل زيادة على اللزوم سؤلت تتوقع نسبة المشاركة كام لولا إن أنا المحطة الفضائية اللي كنت فيها ناس على قدر فعلا من الطيق قلت لهم من 65 إلى 70% بس ترقم يعني النسبة لو وصلنا لها يبقى فيه إنجاز غير مسبوك فعلا هيحصل حتى الآن لا توجد لدينا أي وده أعتقد من ضمن الإجراءات المحكمة مبارح رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات منمتابع اللي أنا قلت تصريح فعايز أعرف ياريت يتم وحيقولولي إيه اللي عرفك النسبة كده المقدمات تنبقى عن نتائج المقدمات اللي أنا قلت لشاتك تسهيل وتيسير وكمان اللي احنا بنشاهله كمان في الشارع يعني كل فيا دكتور أنا مبارح رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات كان حوالي الساعة سبعة سياتو صرح المدير التنفيذي معلل مستشارة بن داني قال إن التصويت أكتر من 30 مليون يعني وصلنا 45% مبارح كويس؟ النهاردة حتى لو جبنا 20% هيبقى وصلنا لل65% وإحنا دايماً بيبقى على عهدنا بالانتخابات إن إحنا دايماً في الأواخر الدنيا إلا خمسة إلا خمسة إن إحنا بنضغط في الآخر وأنا متوقع